اهلا بحضراتكم من جديد طبعا زي ما سمعتم معنا في الانترو احنا بتكلم عن الاخبار والنهاردة كانت فيه امور مميزة جدا خاصة بالنادي الاهلي في الامارات العربية المتحدة واستلام الاهلي جائزة سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للابداع الرياضي كافضل مؤسسة الرياضية العربية هو النادي الاهلي عن المجموعة الاقتصادية ومبادرة المجموعة الاقتصادية للتمويل الزادي فيه تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع لأن النهاردة كان فيه قبار الشخصيات وفيه حدث مهم جدا وفيه تفاصيل كثيرة لذلك اذهب مباشرة الى دبي مع الزميل العزيزة محمد توفي مرسل قناة الاهلي محمد مساء الخير عليك وعايز اعرف منك الجديد والكواليس عقب نهاية الحفل ومضارف الغرف المغلقة بالتأكيد والاسناء على اداء الاهلي بالتأكيد من خلال المجموعة الاقتصادية وحصول الاهلي على افضل مؤسسة رياضية عربية سأل خير الزميل العزيز محمد سعيد تحياتي لك ولكل مشاهد قناة النادي الاهلي وبرنامج الديني بقول لك كواليس النهاردة وابرز الكلام اللي تقال من خلال كبار الشخصيات والتكريم كمان لللقاء النهاردة الاهلي بعد حصوله على جائزة تسمو الشيخ محمد بن راشد الابداع الرياضي عن افضل مؤسسة رياضية عربية النادي الاهلي من خلال دوره ومبادرة المجموعة الاقتصادية للتمويل الذاتي في اسمالها محمد زي ما انت قلت زي ما قلت بطلاط المجموعة الاقتصادية كمان تتكلم عن تكريم المراضي عن المجموعة الاقتصادية كان احتفاء بشكل كبير كده زي ما يعني اعلنت اللجنة المنظمة للجائزة كان فيها 54 ملف متقدمين عن زي ما نقول ملف أفضل مؤسسة رياضية عربية المجموعة الاقتصادية تفوق على جميع المجموعة النهاردة في هذه الجائزة كمان فيه تكريم تم الإشارة كده من النادي الاهلي وقال هذه التجربة رجب انتو عمم ويكون النساء اللي احتدى به فيه جميع المؤسسات الرياضية في الوطن العربي نظرا لما قدمها النادي الاهلي من حلول سرات وتمويل ذاتي في بطلة عصيبة جدا على كل الانتية وهي عادي دولك كمان يمكن يعني حظة بتكريم كان اهجام تولية عهد اللجنة المجموعة كمان تعرف ألو طب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بالزميل العزيزة محمد توفيق زي ما قلت لحضراتكم بالتأكيد النهاردة الحدث كان مهم جدا والحدث ده لما تقرر او لما حدث في اول مرة عام 2014 وتال اهلي كمان فاز بدور ابطال افريقيا وسط موسم لكن في مباراة محلية ولكن في حضور جماهير وكان النشاط متوقف بشكل كبير جدا وقتها طبعا بسبب ظروف معينة وقتها لكن قدر الاهلي يعمل انجاز ومعجزة في نفس الوقت ان يفوز ببطولة قرية وفي نفس الوقت كمان ما كانش فيه اي مداخيل مادية وقتها لكن الاهلي يقدر يعمل انجاز ويفوز ببطولة افريقيا بيتقرر المشهد ولكن بشكل اداري اكتر مش بشكل فني انك بتقدر تخلق مجموعة اقتصادية وتعمل من خلالها مبادرة عشان يبقى فيه تمويل ذاتي لعدد من المشروعات عشان تقدر من خلالها تصرف على القطاعات المختلفة داخل النادي الاهلي ده حصل امتى وقت جائحة كورونا عشان كده النهاردة لما النادي الاهلي بياخد الجايزة بياخدها لان هي فكرة والفكرة هنا فيها ابداع والابداع محدش بيقدر يستلمو او محدش بيقدر ياخد الجايزة دي الا ما تكون جايزة قايمة وبالتأكيد بتحمل اسم شخصية عظيمة سموه الشيخ محمد بن راشد المكتوب طيب على الجانب الاخر وحنا بنتكلم بقى في جانب دولي وقر مهم جدا وحنا خلاص خلال ايام قليلة مقبلين على جائزة زابست جائزة الاتحاد الدول لقرة القدم فيفا سواء افضل لعب اللي بالتأكيد دخل فيها للمرة الاولى كافضل سلاسي محمد صلاح النهاردة في منافسة قوية مع اليونيل الماسي ومع الفندوفيسكي ايضا كمان وفي منافسة على افضل مدرب وافضل للاعب خلال الفترة اللي جاي لذلك في هذه اللحظات برحب من خلال فكرة الاسقايب مع الالماني راينر ماور طبعا نجم بفاير نميونيخ واش توتجارت الالماني في حقبة كانت مميزة جدا في فترة التمينات والتسعينات برحب به عبر شاشة قناة الاهلي مستر راينر مساء الخير أهلا وسهلا بكم أهلا بحضرتك في البداية طبعا بنتكلم معاك عن جايزة تازابست جايزة الفيفا جايزة الأفضل وهذه المرة محمد صلاح موجود بالتأكيد مع ليونيل ميسي ومع لوفندوفيسكي عايز عرف رأيك في اختيارات الفيفا واختصار القايمة النهائية حول السلاسة اللاعبين صلاح ميسي لوفندوفيسكي أنا أعتقد هذا هو اختيار رائع ومستحق وجود مثل هؤلاء اللاعبين مثل مو صلاح لاعب أفريكا يعني يكون ممثل أفريكا أيضا طيب برضو في الجانب الآخر ونحن بنتكلم على جايزة أفضل حارس فيها مانويل ناير الحارس الألماني الشهير وحارس باير نيميونيخ وأيضا كمان معاه السنغالي أدوارد ميندي حارس سمار ماتشيلسي بالإضافة كمان إلى دوناروما من أعرب من وجهة نظرك ممكن يكون مرشح للفوز بالجايزة وتعليقك على الاختصار الجايزة في هؤلاء الحراس أنا أعتقد أن ميندي من تشيلسي هو الذي يستحقه هو أكثر حظوظا بالتتويج هذه المرة وخصوصا بعد تتويجه أيضا بالشامبينز ليج مع فريق تشيلسي أعتقد أن دوناروما أيضا هو منافس قوي ولكن أعتقد أنه ميندي مستر راينر لو سألتك عن وجهة نظرك الشخصية والفنية ما بين صلاح وميسي وليفندوفيسكي ترشح مين ممكن يفوز بجايزة زابست أنا أعتقد سوف تكون هذه المرة بين مصلاح وليفندوسكي في آخر عشر أعوام كما نعلم كانت دايما ما بين كريستيان ورونالدو وميسي ولكن هذا العام سوف تكون بين مصلاح وليفندوسكي طيب على الجانب الآخر فيهم نفس قوية بين ثلاث مدربين عاملين إنجازات تطايبة في السنوات الأخيرة توماس ساتوخي المدرب تشيلسي بوبو جوارديولا متجرب سيتي ومنشيني مدرب إيطاليا من وجهة نظرك برضو في اختصار القايمة حول السولاسي ومن الأقرب للفوز بالجائزة أنا أعتقد أن الثلاثة هم من أفضل المدربين في هذا الوقت منشيني هو طبعا بحكم فوزها الأخير ببطولة أمم أوروبا مع إيطاليا فأعتقد هو الأقرب حزوزا للفوز باللقب أفضل مدرب لهذا العام أكيد لكن في نفس الوقت هل ممكن تتوقع أن جوارديولا يكون منافسة قوية معاه في الجائزة؟ أعتقد ذلك بكل تأكيد جوارديولا هو واحد من أهم وأفضل المدربين على الساعة في هذه الأونة في هذا الوقت فهو منافس قوي بكل تأكيد أتفق معك ولكن كما ذكرت السلاسة هم الأفضل وهم الأكثر حزوزا ووجودا بتتويج بطولات وألقاب على المستوى المنتخبات أو مستوى الأندية بكل تأكيد من خلال متابعتنا القائمة المختصرة لللاعبين شفنا اسم صلاح ميسي ليفندوفسكي من وجهة نظرك ليه اللاعب الألماني بعيد تماما عن فكرة المنافسة على أفضل لاعب خلال السنوات الأخيرة سؤال مهم سؤال جميل فعلا في التسعينات التسعمائة وتسعين كان لوتا ماتيس هو آخر فائز بهذا اللقب ولكن كما تعلم منويل نوير دايما موجود ويتواجد ولكن هو حارس مرمى وليس هذا اللقب بنفس القوة كما يتواج بها اللاعب أكيد طيب ببعينك طيب نجم شتوتجارت وكنت أحد أبرز اللاعبين فريش توتجارت وفي الدور الألماني من البوندزليجا عايز أعرف تعليقك على اللاعب المصري عمر مرموش الفاس بالتأكيد بأفضل لاعب صاعد واللي عمل أداء طيب في الدور الألماني خلال الشهور القليلة عمر مرموش طور نفسه في الفترة الأخيرة بشكل رائع وملحوظ نرى ذلك أنا أتابعه وأيضا أنا فريقي أوجسبورد هو أقرب منافس لشتوتجارت في البوندزليجا وأعتقد هو سيكون إضافة أيضا في الجانب الهجومي مع موصلح مع منتخب مصر خصوصا في البطولة الحالية بطولة أفريقيا هل تتوقع منتخب مصر ممكن يعمل أداء وإنجاز طيب في كاس الأمم في الكاميرون أعتقد أن منتخب مصر هو مرشح بكل قوة في بطولة الأمم الأفريقية لهذا العام مصلاح طبعا دائما ما يتواجد اسمه في الترشيحات لأفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب في البرايمليج فهو فريق قوي بكل تأكيد ومرشح اليوم انطلقت منافسات كاس الأمم في الكاميرون وبالتأكيد هناك لعبين هيغيبوا عن فرقهم في الدوري الألماني هل تتوقع الدوري الألماني سيتأثر بغيابهم ومدى تأثير هؤلاء اللاعبين على منافسات كاس الأمم مع منتخباتهم أيضا في البوندس ليجا لم يلعب كثير من اللاعبين كما هو العكس في البرايمليج مثل مو صلاح وماني لا أعتقد أنه سيؤثر بشكل كبير على البوندس ليجا أعتقد أن الفرق الأفريقية في هذه الأوينة فرق قوية جدا ولكن ليس لدينا لاعبين كسرين في البوندس ليجا أكيد من المنتخب اللي ترشحوا للفوز بكاس الأمم المنتخب الأوفر حظا أنا أعتقد الفرق شمال أفريقيا هم المرشحون من وجه نظري مصر طبعا وكما ذكرت تونس والجزائر والكاميرون أعتقد والسنغال لديهم حظوظ كبيرة وهم مرشحون من وجه نظري حيث لديهم لاعب بين مهمين وأكوياء ويمثلون المنتخبات في الخارج في البراميرليج وفي الدوريات القوية أعتقد أنها بطولة مهمة بطولة رائعة وقوية أيضا وتمتلك لاعبين أكوياء بكل تأكيد سؤال أخير هالند نجم بروسيا دورتموند قريب من الانتقال لبرشلونة وريل مدريد مهتم بخدمات اللاعب توقعاتك الأفضل ينتقل لي ممكن يكون البارسا أم الريل ومن النازل ممكن يكون أقرب للحصول على خدمات هذا اللاعب أنا أعتقد أن هالند هو لاعب رائع ومهم جدا بروسيا دورتموند ولكن من توقعاتي ووجهة نظر أنه سوف يظل لنهاية هذا السيزن هذا الموسم مع بروسيا دورتموند ولا أعتقد أنه سوف يذهب إلى برشلونة أو أي فريق في هذه الآوينة بروسيا دورتموند ستحتفظ بهالند في هذا الوقت حتى نهاية الموسم أعتقد أن هناك فرق كثيرة تأمل في التعاقد مع هالند ولكن لا أعتقد إلا أن نهاية الموسم بالتأكيد راينر رامورا نجم بايرنم يونيخ ونجم شتوت جارت الألماني أنا بشكرك شكرا جازين على هذا الحوار والحديث المهم الخاص بجازة زبيست أفضل فريق منافس لكأس الأمم والأمور الخاصة بعمر مرموش كأفضل لاعب ساعد في البند الزليجة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل فقرة حوارية مهمة جدا مع اثنين من نجوم الآهلي للحديث عن كأس الربطة منافسات كأس الأمم انتظرونا ولكن بعد الفاصل